اشتركوا في القناة رقبتي مبادرة رئيس ماكرون بإرسال ميسيو لودريان من بعد ما كان عم ينقال انه في مبادرة فرنسية قديمة قائمة على التوازي بين الاستاذ سليمان فرنجية والاستاذ نوف سلام هل أتى ليتجاوز هذه المبادرة بمبادرة جديدة ام اجا مثلهم فيه الناس بيقولوا اجا يشوفهم انه يقستوا تفضلوا بشو معنى بهذا لا من خلال يعني الاتصالات مع اشخاص تقابلوا معه لودريان مبين انه ما في ما عنده تروح جديدة اجا يسمع ولكن المشكلة باللي بده يسمع لون يعني المشكلة عندنا مش المشكلة بالخارج ويريت بتلبنا هيدا الاستحقاق يعني اليوم الدول اوكي اذا بدا تساعد على توافق بين اللبنانيين اوكي بس ما المشكلة ان احنا تعودنا انه بصير فيه املاءات وبيصير فيه فرض لحتى يصير فيه حل فانا ما بلاقي من بعض الاستطلاعات انه لودريان قتا بمبادرة جديدة ولا اعلن عن اي مبادرة جديدة يعني يمكن قتا ويمكن يكون خرج بانطباع مزيد من التعقيدات ومزيد من الاسرار الفرنسي على المبادرة الاولى يعني ما حدا بيعمل لك مبادرة تانية اذا ما لقى فيه عندك مناخ اجابة لقى مش كمان بتشوفي انه اجا هو من البداية جي اسمع فيه ناس نقلت عنه بعض الصحف انه جريت الاخبار بالتحديد انه ما كان متوقع انه القدل مشاكل كبيرة ما احترمنا للإعلام بس جريت الاخبار معروفة توزه يعني ما جريت الاخبار بتوزها والإعلام عم بيكون بتوزه هو عم يدعم خط معين جريت الاخبار معروفة انه عم تدعم خط المبادرة الاولى بعدها على المبادرة الاولى أصلي بالوضع الصعيب يعني؟ بلى أكيد الوضع كتير صعب والوضع ما في حدا بيقدر يحله أو المبادرات الخارجية بدا تجي ضمن منطق القوة الموجودة بلبنان أو نحن نقدر نكسر هيدا القوة بمنطق وطني هيدا المنطق الوطني ما عم بيقدروا الأفريقاء يقدروا يتفقوا عليه فيه فريق متعنت ومتسلط وفيه عنده فائد قوة وعم بترجم فائد القوة وما بقى فينا نضحك ع بعضنا بهي الموضوع ولا نمزح ولا نحطه ونتجهله يمكن أنا من الذين يعني ما كنت انتقد كتير الأداء حزب الله وكانت تركز أكتر على مواضيع الفساد والمواضيع لإدارة الحكم ولكن ما منقدر لم نقدر ننتخب رئاس رئيس جمهورية لم نقدر نعمل إصلاحات ما منقدر نكافح فساد ولا منقدر نعمل شيء إذا فيه عندك فريق هو أقوى من الدولة طب سنو كمان أنه في حل اليوم لهيدا الملف ولا منظلم علقين كل البلد لوقت يلاقي له حال لا أكيد يعني رح يصير تدخلات وبعد شوية بتصير تتطور التدخلات أكتر ولكن ما بتروها على قاعدة إصلاحية وطنية بتكون على قاعدة مصالح الدول اللي بتدخل حتى تأمن أصلا مصالحها ومصالح الأفريقاء اللي بأمنوا له مصالحها بالبلد للأسف طيب أنت ما بتعتدي أنه لو كانت القوى اللبنانية قدرت تعمل تكتل من أكتر من 65 ما كانت بنوعا ما ألزمت المبادرة بأن تعيد النظر طبعا أكيد لو كان فيه أناعات بأولويات المواجهة مثل ما صار فيه عن تسعة من التغييريين ما كان بدهم هيدا الخيار اللي اختاروا ولكن كان عندهم أولوية بالمواجهة لعدم إصال مرشح للسناء الشيعي لو الكل كانوا يعني عندهم هيدا القابلية لحتى يواجهوا يعني طغيان معين كنا منقدر نتوصل لرئيس يمكن على يعني على قد مش طموحاتنا مثل ما عم نقول ولكن على قد أنه نبلش بمبادرة لبنانية يكون استحقائم لبنان ولكن للأسف بعضنا منقسمين بشكل كتير كبير وبعدنا وبعده المنطق السائد هو منطق يعني بالآخر بنطلع لا غالب ولا مغلوب شو يعني لا غالب ولا مغلوب مالنا ديمقراطية هيدا يعني منظل عايشين بمنطق لا غالب والمغلوب وكل الأفريقاء واللي احنا منقول عنا منظومة كتغييريين والمنظومة بدأت ترجع تردخ لبعضها وتحمي بعضها ومثل ما كان عنا شهور قبل انتخاب الرئيس ميشيل عون ضلينا قداب الشخور اكتر من سنتين ورجعنا اضطرينا انه من منطق لغالب ولا مغلوب ومعلاش وهيدا الرئيس عنده اكترية نيابية رجعنا فتنا بتسويت وعم نضلنا بنفس الدول هلا هيدا لبنان قدر هيدا لبنان يعني هيدا لبنان ما فيك تتوقع كتير تكفي بالموضوع الفرنسي اليوم قال الرئيسيول ادريان انا رايح بدي اعمل تقرير بدي اجري اتصالات ويقال انه رح بيروح السعودية او يلتقي سعوديين وربما ايضا قطريين لكي يبلور مبادرة ما هل من تصور وتوقعات لمثل هذه يعني بعد في الرضاة السعودة على سليمين فرنجي اذا قدر اخذوا لدريان يعني منحس حالنا نحنا كأنه رحنا على الاستحقاق اللي فرضوا الغير علينا يعني واضحة الامور يعني ما بقى يعني مخباية وبكل الاحوال يعني لا فينا نقول ما بدنا يعني البعض بقول ما بدنا تدخلات خارجية وما عم نقدر نقعد مع بعضنا نتفاهم وبلا تدخلات خارجية ولا مرة كنا عم نوصل لحل الوضع اللبناني معقد اكتر ما حدا بيفكر كرميل هيك نحنا كنا دايما عم نقول انه بدنا تخيير بسنديق الاقتراع بشكل اكبر ننتج طبقة سياستية افضل رح نبطرحوا بالقسمة الثانية لأنه في كتير ناس معتبرة انه كانت تجربة غير موفقة بس ما فيوني اعتبروا هيك لانه المنظومة اللي موجودة رح فوت فيها اسوأ من هيك بعد ما ما بعرف ما رح يصير الفكرة بالنسبة للمبادرة الفرنسية هل تتوقعين انه الاطراف الاخرى يلي عرضت الاستاذ سليمان فراجية ممكن ان تعيد النظر في حال مثل ما تفضلت ممكن ما تعيد النظر بس فيه ناس قاعدين بالنص يعني ممكن يرجعوا اللي بالنصب انه يميلوا بالاخر يردخوا لقرارات دولية او يصير فيه نوع من انه طريق حقق مسدود ما بقى فيه امكانيات او يمكن كمان نروح على حوال يعني الامر بعده مفتوح على احتمالات بعضه مفتوح على احتمالات بس هاي دي الاحتمالات كلها منى على اياس اللي بيطمح له اللبناني انه اليوم نحن نطرين انتخبات رئاسية نطرين اصلاحات مطلوبة من صندوق النقد نطرين حكومة تقدر ترجع ترجع السئة نطرين اصلاحات وإلا يعني منه ترف بصار الاصلاحات وإلا بس نحن بحاجة لهيدي الاصلاحات فهذا الانتظار مش كله يعني منك ملاحظة انه مثلك انه فيتا فيهم دولة على تكليف فرنسا بكل هذه المسألات هيك مبين يعني ما فيه ولا دولة عم تجيب تعمل مبادرات باللبنان يعني واصلا فرنسا من الاساس هي اللي بادرت وهي مكملة وما فيه ما لقينا دولة تانية عندها هيدا الاستعداد وهيدا هيدا المبادرات خلينا نتواصل مع السيد جورج ابو صعب عضو مؤسس في حزب الجمهوريين الفرنسي وايضا مستشار الاتحاد الاوروبي في قطر السيد جورج الله معك الله معك سيد انتوان شكر على الاستضافة وتحياتي لك ولا ضيفتك ولا مشاهدي الام تي في السيد جورج فيه تساؤل بلبنان حول مبادرة الوزير لودريان في ناس عم بيقولوا انه هذه الزيارة تختزل او تنهي او تنسخ المبادرة الاولى التي كانت قائمة على ازدواجية الاستسلامية الفرنسية والاستاذ نواف اسلام وفيه فريق بيقول لا هو جاي يفرجي انه الافق مغلقة وبالتالي على الجميع العودة الى هذه المبادرة ما صحيحة هذه صحة هذه الاقوال لا بالحقيقة السيد انتوان الخيار الاول هو اصح بمعنى انه يلي حصل انه المبادرة الفرنسية الاولى التي اطلقت على قاعدة دعم ترشيح اسلامين الفرنجية محفظ الالقاب ولاحقا على قاعدة المقايدة بين سليمين الفرنجية لرئاسة ونواف اسلام لرئاسة الحكومة هذه المقاربة تكاد تكون قد طويت صفحتها اعتبارا من اللحظة يلي فيها السعودي الطرف السعودي دخل بقوة على خط التواصل والاتصال بالنسبة للملف اللبناني وبالتالي الشي الاكيد اللي حصل انه تغيير بالنهج الفرنسي ترجمه اذا بدنا نقول ازاحة فريق عمل اللي كان مشرف على الخطة الاولى وتعيين الوزير الخارجي السابق جون ايف لدريان الذي يلم تماما وهو خبير في ملفات الشرق الاوسط لبنان تعيينه مفوضا او مندوبا خاصا لمعالجة الازمة الرئاسية في لبنان تقول انه تدخل سعودي شفنا نحن حركة سعودية بشكل مباشر عم تقول نحن ما عنا مانع ما عنا فيتو استقبلت المرشح اسليمان فرنجية في السفارة السعودية والان تقول بانه تدخلت لطي هذه الصفحة لا ما تدخلت بشكل انه قالت للفرنسيين انه لا انا ما بقبل او انا عندي مرشح تاني او لا 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 الطرح السعودي بحد ذاته يلي لا يزال حتى اللحظة غير مفهوم عند بعض اللبنانيين السعودية لا تتدخل لا بالاسماء ولا بالبرامج ولا بتفضيل ناس على ناس او فريق على فريق السعودية تتدخل بشغلة وحدة انه ما يتفق عليه اللبنانيون هن هي بتدعمه وبالتالي ما نتوقع من السعودية ان تدعم فريق او تدعم اسم او لا تدعم وعندما تقول السعودية ان ليس لديها اسم مرشح وليس لديها فيتو على مرشح هذا لا يعني ان السعودية ستتعامل مع اي رئيس جمهورية يتم انتخابه اللم يكن يؤمن لرياض ما يكفي من ضمانات حول سياسة الحكم الجديد بالمنطقة بلبنان وبالمنطقة بالعودة الى مبادرة الوزير لودريان بما يعود الى فرنسا اليوم باي خلاصات هل تبلورت بعد خطوط هذا التقرير الذي قال انه سيكتبه طبعا ما قدرنا لحل نعرف كل التفاصيل ولكن اللي فينا نقوله ثلاث نئات اساسيات النقطة الاولى انه جون ايف لودريان سيرفع تقريره الى رئيس ايمانويل ماكرون ومن خلال رئيس ايمانويل ماكرون رح يرفع التقرير الى الخميسية يلي رح تبحث بهذا التقرير هايدي اول نقطة تاني نقطة جون ايف لودريان طلع من بيروت باستنتاجات عديدة وابرزها وهون النقطة الجديدة بالموضوع انه المسألة لم تعد مسألة اشخاص يتم تعيينها او يتم تسكيتها او يتم اختيارها لرئاسة الجمهورية بقدر ما اصبح الموضوع واضح لدى الفرنسيين واظن لدى اللجنة الخميسية بان المسألة ليست مسألة اشخاص بس مسألة بل مسألة مشروعين سياسيين لا يلتقيان في لبنان وبالتالي يلي بدي اقوله بهالاطار انه هناك بداية انطباع باللجنة الخميسية او تماؤل بداية رحقول انطباع بانه المسألة ما عدة مسألة اشخاص لانه ما وراء الاشخاص مشاريع وبرامج وليس فقط اشخاص يعني عنا مشروع اه بتدعم المعارضة وعنا مشروع بتدعم اه قوى المحور الميسمى بالممانعة وهذين المشروعين هما اليوم في اساس الازمي وفي اساس التعقيد الحاصل بس مش واضح الموقف الفرنسي نعم تفضل نعم تفضل 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 خلص ان اقتلت لك انه اوكي نعم النقطة التالتة وهي انه اه لما نكون الاجواء اجواء التسوية يلي عم بنحكي عنا بالمنطقة ويلي هي اجواء تسوية اه يعني انا شخصيا بحكم علاقاتي واتصالاتي ومعارفة اه لا يزال يحوم تحوم حولها علامات استفرام كثيرة هاجي الاجواء التسوية لا تعني انه مثلا رح احكيها بالانبسط متل ما البعض اه بيحب انه يحكيها اه بلبنان مش معناتها انه ايران انتصرت على السعودية وبالتالي ايران تقدر تفرض مرشحها بلبنان لا مش هيك مش هيك العملي اجواء التسوية على على نواقصها وعلى خروقاتها لا تعني خضوع دولة لدولة وخيار الدولة لدولة بقدر ما تعني انها تسهل على اللبنانيين الاتفاق على مرشح رئاسي لكن بشرط ان يكون اللبنانيين قابدين حالا جد بس السزا ويسعوا بحقيقة نعم تفضل بس الواضح انه الاتجاه اكتر من هيك انه ابنانين الفرنسيين ما فيه ازمة مشروعين بيان اكتر فيه ازمة قبول بما انه الواقع متل ما هو اه فيه صفقة اه سياسية يقابلها صفقة اقتصادية اه تلزيمات اه لبعض المرافق الدولة لبعض المرافق التابعة للدولة عم نحكي عن البريد عم نحكي عن البور صحيح صحيح اه اه صفقة متكاملة اه اه انا فهمين اه انا فهمين عليك فهمين عليك بس الفكرة فضل فضل لا هذا هو سؤال الاخير كان لك انه انت شايف انه فيه خلاف على مشروعين ولا فيه انه كي بدون يبلع اللبنانيين الصفقة المتكاملة انا اللي عم بقوله استاذ انتوان انه هذا الانتباع انه هناك اه صراع على مشروعين انتباع مستجد لكن اذا بدك ترجعني على المبادرة الفرنسية وعلى منطلقات واسبابها لدعم السلمان الفرنجية وكون تدخل ضمن صفقة اقتصادية مالية استثمارية توبيح لفرنسا انه تستثمر بلبنان بمرافق اساسية حيوية وبالتالي اه سعت فرنسا في البداية الى انه تساير الطرف الايراني بلبنان يلي هو حزب الله وانه تستجيب لشروطه وتحاول اقناع الاخرين بشروطه انا بدقلك شرلي يعني اكيد فرنسا منا اه سين لوي ولا فرنسا هي جندارك اليوم فرنسا هي اليوم ام حنون ولكن الحنين صار يضاف اليه بعض المصالح وبالتالي صحيح انه فرنسا الوحيدة اكاد اليوم تهتم بالشأن اللبناني انطلاقا من عدة اعتبارات ولكن كمان بنا نعترف ونقر انه فرنسا القارن السنة الثلاثة والعشرين والقارن الواحد والعشرين شوية حنين مقابل كثير من المصالح والاتفاق مع من يستطيع حماية هذه المصالح بالزبط بالزبط وهون بقى هون هون هلأ التغييري بده المفترض ان يحصل هون المستجدات الخميسية بده نشوف باي اتجاه بده تروح يعني اذا كيت الخميسية كلها ماشي مع الخط الفرنسي يعني خلص للأسف يعني وخاصة نقوله اللبنانيين ما عم بيقدوا يتوافقوا ولا عم بيقدوا يتفقوا فهيدي هيدي القصة السؤال هيك صغير على هامش المقابلة رئيس حزبكم ساركوزي الرئيس ساركوزي كان عم بيواجه بعض الاحكام شو رح يصير فيه؟ اول شي رئيس ساركوزي ما عيد رئيسنا المباشر هو اذا بدك عميد الحزب الجمهوريين اه وما بيخفيك يعني الديمقراطية عندنا داخل الحزب كما في المجتمع الفرنسي اه تبيح للعديد من الاعضاء والعديد من الشخصيات داخل حزبنا ان يكون لها توجهات احيانا مخالفة لتوجهات العميد ايه اذا فينا نسميه كذلك ايه بس انا رايح الحبس ولا لا؟ هلا هو بالحبس اه مع الكوليه مع الكوليه مع الكوليه مع الكوليه الالكترونيك يلي بي بي بيرقبه وبيتابعه شكرا لك استاذ جورج ابو صعب على امل على امل على امل استاذ انتوان اذا اذا بتفضح اذا بتفضح اذا بتسمح على امل انه تجربة نيكولاس ساركوزي مع القضاء تنطبق على بعض المسؤولين عنا بلبنان هيدا كانت امنيتي اللي بدي عبر عنا واشكرا لك استاذ جورج ابو صعب مشكور 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 حبيبي يعني بدي علق انه واضح الكلم اللي كنا عم نحكي فيه بالنهاية الدول بدي تعمل مصالحها وهيدا عبر عنه استاذ جورج بكل سراحة وبكل وضوح والقصة انه صارت بين مشروعين هل بتقدر اي دولة توفق بين مشروعين تاريخيا هن اليوم فيه صراع بيناتهم بلبنان منا منا القصة جديدة يعني الاصد انه هل هل فرنسا هل ادركت انه فيه صراع بين مشروعين ما هو الصراع بين مشروعين قائم من زمان ولا هل لا صراع بين مشروعين هل منروح فيه على مؤتمر على غرار مؤتمر الدوحة لحتى ينحل متل ما بترتقي الدول الخمسة اللي عم تبحث امر لبنان هل انه بيرجع قاعدة الغلبة بتسيطر لفرض رئيس على البقيين هون الايام مكبلة كافية انه تجاوب عها الاسئلة هو عكل حال كل النقاش اليوم حاليا قائم بين هل نحنا رأيين على مؤتمر يشبه لسالسين كلو تطرح فيه القضايا بتفصيل ام اتفاق على شكل الدوحة بيكون بس لترتيب امر هون في شريحة كبيرة من اللبنانيين بلشت عم تحكي بالفيدرالية لانه يعني صارت مكتنعة انه ما فيها تكمل ببلد في منطق مش منطق لا غالب ولا منطق غالب ومغلوب يعني عم تنقلب الامور وفي شريحة من اللبنانيين بتلاقي انه انه ما ما فينا نكمل بهيدا 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 الاسلوب بهيدا طريقة مع السنق الشيعي هون قداش نحنا 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 وقفين من نص كتغييريين او كفكر تغييري ضد هيدا الطرح وضد تقسيم لبنان او فدرالة لبنان او متل ما كل حدا بفسرها ولكن ما بقى فيك انت بيظل التعنط انك انت تلوم اي فريق على اي مطرح بده يروح عليها وعلى اي محاولات عم بيروح عليها وبالاخر بالاخر في عنا يعني بيصير في عنا سياسة امر واقع بهيدا البلد للأسف نحنا مقبلين على سروة نفطية عم يتحصصونا عم يتقصمونا عم بيعملوا مصالحون عنا ونحنا بكل هيدا الواقع وهيدا المشهد عايزين انه نقدر نتفهم مع بعض للأسف كان في كتير ناس معتبرين انه الكتلة يلي بين الخصمين التقليديين كتلة المسمات التغييريين انه حلا تجي تلعب هي دور بيضة القبان واستبين انه هي بحب زيتها مقصومة يعني صار في كباش لا تقدر تلعب هيدا الدور يعني بالحد اللي تسعى مقابل انه خروج ثلاثة عن الكتلة اعتقد انه هي هي الكتلة ما في عندها قيادة واحدة عم تملي عليها التوجه فشلوا بانه ياخدوا كمان قراراتهم بالاكترية والديمقراطية بتفترض وكنا نتأمل انه اقله انه يقدروا يعني يكونوا متجنسين لدرجة انه ياخدوا قراراتهم بالاكترية داخل هيدا الكتلة بالنهاية الديمقراطية بتفترض الاكترية لانه هني عم بعبروا ما حدا عم بعبر عن حاله شخصيا كلهم اجوا بأصوات موجة تغييرية ناطرة منهم كانت الافضل ناطرة منهم الكتير هيدا للأسف ما حصل اللي صار انه قدروا وقفوا بوجه مرشح فرض من السنائية الشيعية كان هيدا الرأي انه احنا ما عم ننتخب اليوم جهاد ازعور لانه مقتنعين فيه بس لكان عم ننتخبه لانه بدنا نوقف بوجه فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين مفروض كانوا انه يلتزموا مع بعضهم يعني وهيدا كان الامل انه يلتزموا مع بعضهم برأي الاكترية بيناتهم والاكترية هي كانت ميلة للتسعة للأسف يعني فيه بعض فيه خلل يريت بيقدروا يرجعوا للقواعد ويشكلوا نوع من يعني يشبكوا مع القواعد مع البيئة اللي حضانتهم البيئة التغييرية الناشطين اللي انتخبوهن هيدا ما عم بيصير وانا كنت حضامانة بالموضوع مباشرة ما حدا طلع من ليحة وعم يرجع لهالليحة ما حدا طلع من بيئة وعم يرجع تقريبا لهاالبيئة فيه منطقين وللأسف عم بيسود منطق عم بيميل لليسار ومنطق لليمين وهيدا اذا تزهر بشكل يعني اذا كان مظبوط هيك هيدا كارسي نحنا نحنا رفضناها من الاساس خليني يكون صريحة غلط ومعيب انه نرجع نقصم بالكتلة بالكتلة التغييرين نقصم لهال المندرستين او المنطقين اللي من المبنيين على قصص صحيحة اساسا مبنيين على خلفية تاريخية بلبنان وتخطاها الزمن في كتير ناس كان عم بيقولوا انه لو بيتفقوهن على مرشح واحد ويكون طبعا يقدروا يفرضوه على الاخرين من الاساس الغلطة من الاساس الغلطة انه ما اتفقوا على مرشح تغييري يعني طرحوا اسماء ما كانت بينادي السياسة بلبنان شاركت بالحكم مع الاحترام للجميع يمكن حدا اخطأ اكتر من حدا بس انا ما فيني اجي اقول انا برفض الوزير السابق جهاد ازعور وبقبل بالوزير السابق زياد بارود يعني اتنين هنشاركوا بالحكم يعني اليوم المعيار بدي يكون موحد ما كان فيه معيار موحد انه نحنا نطرح حدا من خارج النادة السياسة والمنظوم اللي شاركت سابقا بالحكم ونتمسك فيه يمكن هون المعارضة كانت كلها اجت على ملعب التغييريين بهيدا الاسم او هيدا الشخصية كان فيه تخبط وكان فيه تشطط وحتى الثلاثة اللي خرجوا عن رأي زملائهم التسعة كمان انا بحترم كنت رأيهم لو انه نقوا كمان شخصية من خارج النادة السياسة وخارج المشاركين بالمنظومة مع الاحتمراء من الجميع كل واحد عنده اداء مختلف ولكن اليوم المسئولية تقع على كل من شارك بالمنظومة عند المعايير التغييرية وعند الرأي العام التغييري بلبنان قدش ادري يضلوا متماسكين برأيك بهيدا المرحلة انا بلاقي انه يعني تحددت شوية الخيارات والاستفاف يعني رح يضلوا التسعة قادرين يكونوا متماسكين لثلاثة اخذوا خيار انه برجع بقول كنت بحترم خيارهم اكتر لو كانوا نقوا شخص من خارج المنظومة على قاعدة كلهم يعني كلهم نقوا شخصية طرح على انه كمان هي مرضى عنا من حزب الله ومن طيار الوطني الحرق اللي هو الوزير السابق زياد بارود مع الاحترام لقاله يمكن هو عنده طروحات اصلاحية بس ما قدر عمل شي ولا حققه وقته كان وزير دخلية ولكن اذا اليوم نحن رحنا كملنا بطريقة انه يعني التشبيك اكتر مع القواعد بنقدر نوصل على خيارات افضل وما بدنا نعدم التغييريين يعني ما بدنا نعدمهم هل رح نفوت بهذا الموضوع بالعمق نعم بس السؤال عندما يختار بعض التغييريين تصويت لغير المرشح اللي جرى الاتفاق عليه هل تعتبر ذلك بمثابة زريعة كي لا ينتخبوا الاخر ولا قناعة بانه يجب ان يكون عندنا هذا المرشح هلا في وجهتين نظر بالموضوع في وجهتين نظر بتقول انه زياد بارود هو كان مرشح الكل واعتراحوا بالمبادرة اول ما اطلقوا التغييريين مبادرة ترحوا اسم زياد بارود وفي نظرية بتقول انه لا يعني ما بيختلفوا مع بعضهم جهاد ازعورو وزياد بارود بالنهاية بالارقام ما فينا نحمل نحكي بخلفية الخيار بخلفية الخيار وفيه كمانا شي بيقول انه خلفية الخيار للتلاتة هي خلفية ترجح بارود لانه عندها عداء كامل للحريرية السياسية المتمثلة بيجي هاد ازعور خلينا نقول كل شي بوضوح يعني هيدا 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 هالخلفية هيدا انا كنت من اكتر المعارضين لمشاريع الحريري بلبنان وكنت دايما مع الاصلاح ومع انه الاخطاء اللي تراكمت وصلتنا لهون بس اليوم نحنا بننظر بواقعية حسب الظرف اللي نحنا فيه فيه ظروف اليوم جديدة بالبلد تفترض علينا نقارب مقاربة واقعية ضمن اطار المبادئ برجع بقول كنت بحترم قرارهم اكتر لو انه رايحوا على معايير كلهم اذا عم بيحقولوا بمعايير كلهم يعني كلهم كان لازم يروحوا على معايير كلهم يعني كلهم يتمسكوا بشخصية تغييرية حقيقية ما شاركت ابدا بالحكم على مدى الثلاثين سنة الماضية بناتوقف زميلة مع وفاصل اعلاني بعده بدنا نفوت بهذا الموضوع كنت عم اجل لكيه كل الوقت اكتر من مرة وبالتحديدا هل نديم الناس على الاقتراع للتغييريين وهل سنشهد بالمرحلة الماضية انه بالمرحلة الجاية ندم على هذه الخيارات الماضية حتى واجيزة ونعود مشاهدي ام تيفي شكرا لكم للمتابعة ونتابع الان هذه الحلقة مع الزميلة غاد عيد الزميلة في كتير ناس عم تتسأل انه هل غلطت انه اقترعت لغير القواء التقليدية في حين انه لو كانوا ربما منحوا هذه الكتلة لأحد الطرفين يمكن ما عناش اليوم فراغ رئاسي لا مش صحيح يعني ما في حدا اقترع للكتلة التغييرية الا لانه هل قد مؤمن بالتغيير وهل قد مؤمن انه نحنا بحاجة لطبقة سياسية جديدة باللبنان ما فينا نجي نحنا نقول انه كله هذا عفا الله عما مضى وكلهم كانوا أصم منهم كانوا منيحوا أصم هي بالواقعية بالواقعية هي بالواقعية اليوم جبتون الناس بدون يصوتوا بين شخصية من هذا التيار وشخصية من هذا التيار من المرحلة السابعة بس اذا انا من اكتر من الاول عبتقولولون نققوا هلأ بين من هو أقل اعتراض عليه وبالتالي من الاول بنقوا صاروا الأقل اعتراض عليه لا في شريحة من اللبنانيين ما بقى بدا حدا في شريحة واسعة من اللبنانيين ما كانت تروح تنتخب أساسا راح تنتخب واضحة بأقلام الاقتراع اذا بدك نجي ننتقد الأداء التغييري انا من أشد المنتقدين للأداء التغييري اللي ما قدروا اللي ما قدروا بدي يكون دقيقة اللي ما قدروا حافظوا على نبض 17-20 هيدا كتير مهم كان الحفاظ على نبض 17-20 رفع الصوت المطلبي للناس اللي عم بتعاني يوما بعد يوم معارضة الحكم في حكومة هلأ عم تمعن بالفساد إلى سنة من سنة لهلأ يوميا نحن اليوم أنا جاي عم بتصل بكاريتاس لمساعدة أحد اللي بدون يفوتوا على مستشفى دايما بنا نحكي بهالموضوع عم بيقل لي بير المسؤول عن كاريتاس بدي وجهله تحية بير ميشيل قال لي في ناس مش عم نقدر نساعدها عم تطلب مساعدة بعد شوية عم نلاقيها أنه عم بيتصلوا الولادون يقولوا لنا ماتوا أهلنا لهون يعني وين التغييريين أنا بسأل أكتر من الناس وين التغييريين بس بالمقابل نحن ما فينا نجلد التغييريين ونقول لأ أنه الناس بدأت رجع تنتخب المنظومة لأ الأمور بدأت تكمل لأدام والخيارات بدأت تبلور أكتر والتغييريين بدون يكتروا أكتر وإلا نرجع على مكانك روح ما حدا بيرجع لورا العالم بدأت تقرب لأدام وبدأت انتخب وطاعة الحالة التغييرية أكتر وبدأت حاسب التغييريين بس سؤال اللي عم ينتخب تغيير بده يحاسب هيدا الشخص اللي انتخبه وينتخب غيره لأنه منه لا مرتبط بطايفة ولا مرتبط بزعيم وأصوات التغييريين إجت من خارج أصوات الطواف من خارج أصوات الزعامات التقليدية في كتير أشخاص أنا من اللي حصلوا على 2000 صوت من خارج طايفة من الثلاثة يعني هيدا الحالة اللي بدنا إياها بلبنان هيدا الحالة ما بدنا نتخلى عنها ولا الناس لازم بسهولة تتخلى عنها عندما الناس عملت هذه المجازفة واقترأت لي قوة جديدة ضد قوة تقليدية ما التي قدمتهم ما الناس ما عطت أكتر يعني لازم تعطي أكتر يعني شو التغييرين عندهم أكترية نيابية اليوم شو بيعملوا يعني عم يقدروا يحاولوا يعني ما لي تسعة حاولوا يعملوا يعملوا أكترية مع أشخاص معتردين على هيمنة ويمكن بنفس الوقت هودا التسعة كانوا ضد هيدا الميلة لو هيدا الميلة عم بتهيمن بنفس الطريقة يعني منن أنه رايحين بخيار 14 أدار أو القوى اللي كانت تسمى بـ 14 أدار أو المعارضة الهلأ اللي هي ما كانت معارضة كانت بالحكم كانوا عم بيشوفوا مشهد فيه هيمنة وقفوا بوجه تسعة من الـ 13 شغلة منيحة بس نحنا ما قدرنا أخذنا نواب أكتر يعني اليوم على الأقل هالنواب مؤمنين بالدستور مؤمنين بالقوانين بدون يطبقوا الدستور ما بيعطلوا البلد كيف ننقرنهم يعني هل يجوز مقارن تغيريين بالتقليديين من السياسيين لا يمكن يعني لا يمكن إذا بدك تعطي أو تصنيف لبعض اللي قاموا به إيجابيا ماذا قاموا ماذا قدموا المشكلة أنه وقتها عم بقدموا مشاريع عوانين ما عم بيكون عندهم الأكترية اللي تفرض هذه المشاريع بعض الأمور كلها بيد الرئيس بره يعني أنا بدأتك مثل عن كيف اليوم أنت قاربوا موضوع النفط موضوع الخط 29 في عنا نائب بولا يعوبيان قدمت مشروع قانون للإعادة النظر بالقرار اللي كان أخده مئاتي بالألفين وحداش هذا شيء كتير مهم كان لازم كل اللي بيدعو المقاومة اللي بقولوا عن حال المقاومين ضد إسرائيل حزب الله الصنائي كان لازم يؤيد هذا الموضوع ويفتحوا نقاش فيه ويعيدوا الاعتبار لكل اللي عم بيقولوا أنه هيدا الخط 29 هو للبنان تخلوا عنه بكل سهولة يعني التغيير عم بيكون سيادة بحال ما لازم يكون سيادة عم بيكون سيادة بالجمع مع بعضهم عم بيخطئوا بالمقاربة الأمور عم بيكون في تناقضات ما فيه إيادة وحدة التغيير أساساً بده وقت طويل والممارس السياسي بده وقت بعد سنة وشهر بعد سنة وشهر بعد 13 شهر كم مشروع قرون تقدم منى القصة بحجم مشروع يعني عم تقول يتعدم مشروع لا عم بحكي في كتير مشاريع عم تتقدم فيه مشاريع كتير عم تتقدم بس المشكلة وين أساساً هالمشاريع ما إلا لازم تتقدم فيه مشاريع عم تتقدم فيه مثلا assignanya بأدراج الرئيس بري المشكلة أنه اليوم فيه كتلة أوقات عم توقف مع المعارضة بمشاريع عم تتجانس معها ببيانات ولكن المشكلة اليوم أنه في قبضة محكمة على الحكم بلبنان يعني أنا اللي من بد هل قد ملح نحن عنا اليوم نعمل إصلاحات ويكون عنا استقلالية السلطة قضائية وهيدا المشروع مقدم من قبل التغييريين وقبل التغييريين ومن زمان وما حدا بيهتم بالموضوع لأنه في رئيس مجلس هو دير المجلس صار له أكتر من 30 سنة على زوقه مثل ما بده بيشيل الأضايا اللي بده إياها بيطرحها بيحط الأضايا على جنب اللي بده إياها فشو بدون يقدروا يعملوا ما فينا نحن بالحكم اليوم الديموقراطي بدك أكترية نيابية لحتى تقدر أنت تحكم حتى إذا بدنا نرجع على التاريخ القريب بعد ثورة الأرز بعد 2005 بعد ما الانتخابات اللي صارت بعد 2005 وثورة الأرز واغتيال الشهيد رفيق الحريري حتى الأكترية ما قدرت حكمت لأنه في منطق قوة هو حاكم لبنان ما فينا ننكر هيدا التفاصيل وما فينا نشوف بعين وحدة في عنا مسار طويل في عنا يا خي في عنا ناس بالبلد بتقتل وناس بتسرق وبدك تواجه لتنين وبدك تحارب لتنين ونزلنا قلنا كلهم يعني كلهم ونزلوا الناس يقسنين من الكل ورجع هيدا المنطق القوة بيخلي الآخرين يرجع يتمسكوا بزعماتهم وبتوقفهم لأنه في قوة بوشهم عم بتحددهم كمانا أنتو بالمقابل عملتو خمسة لويح بالدائرة كيف باكتو شو فيك تعمل يعني فيكن تعملوا قوة سياسية وحدة ما فيه ولا ليش لأنه عنا بلبنان في كتير ناس طمحين لا يترشحوا بغض النظر قبل الترشح فيكن تعملوا كنتو حزب يعني أنا كمانا ليش بدوا الناس تنسحب لك وانت ما بتنسحبه للآخرين الحالة التغييرية دخلت علي السلطة بشكل أو بآخر دخلت علي منصات بشكل أو بآخر دخلت منصات جمعت التناقضات بدأت تجمع كانت الشيوع مع الكتائب وتعمل تزاوج بالإكراه بين مجموعات مش متفق مع بعضها ما نعمل برنامج في برنامج واحد هي ما اتفقت المجموعات ولكن ما صار فيه صحيح صحيح ما اتفقت ما فيك تخلي مجموعات هل قدم فرفطة تتفق مع بعضها ما فيه قيادة اللي مش ما بتعملوا حركة وحدة هلأ عم بيصير محاولات وهلأ يمكن أكتر من أي وقت النواب أدركوا أنه هن وحدهم ما بيقدروا يعملوا شي هيدا عم نلمسوا على بالمجموعات وهلأ يمكن أنا عم بكشفوا لأول مرة صار فيه أناعة أنه لازم يصير فيه تشبيك ولازم يصير فيه نوع من مجلس قيادة إذا بدنا بين أو يعني لينك يعني جسر عبور بين النواب بين القواعد بين هذا اللي ما نعمل قبل هيدا مفروض ينعمل وإلا رايحين إيه على على قاعدة حزبية ولا على قاعدة أنه جمعوا الديوك مع بعضهم على قاعدة حالة تغييرية بد يكون عندها مسار مشترك ومصير مشترك ورؤية مشتركة هيدا القاعدة اللي بلشت بالثورة واللي كملت بالانتخابات بعد الثورة بدها تكمل من القصة مش هيني نحن اليوم فيه عندنا أربعمائة ألف صوت عطل حالة تغييرية بس الحالة تغييرية ما كان عندها حلفاء لتقدر تحصد أكتر نسبة أكتر عدد نواب فيه كان أربعمائة ألف صوت يعني ما منستهين فيهم وهيدا الحالة التغييرية 100% نحن بحاجة لتجميع بعض وبحاجة لحتى نرجع نوضح رؤية مشتركة يصير فيه أولويات بالمواجهة لأنه المواجهة العشوائية تساوي اللي مواجهة أنا هيدا صارت عندي بأناعتي كليا أنا كنت عمواجه الفساد اليوم فيه أولويات بالمواجهة فيه منطق مبارح سمعنا تقرير مهم جدا قاعده الزميل نخلع دايمة عن دويلة حزب الله داخل الدولة طب هيدا الدولة كيف بدا تسمح بقيم دولة كيف بدا تسمح بقيم دولة فيه مواجهة فيه أولويات بالمواجهة وكل اللي بدون يقتنعوا بهذه الأولويات بدون يتحدوا مع بعض للمواجهة هذه الأولويات مش على قاعدة أنه نحن معارضة اليوم مبارح كنا موالات أو ندوب بأربعة عشر قدار جديدة لا الآخرين يجوا لعننا أهلا وسهلا بس مش نحن بنروح لعنهم وهيدا غلط التغييريين يسموا شخصية كان يمكن الكل نجبروا بالمعارضة يجوا ويدعموها هيدا خطأ كتير استراتيجي ومهم جدا وهيدا خطيئة مش خطأ منسمي شخصية ميم ما كان يكون شخصية عندها مصدقية ما شاركت سابقا بالحكم عندها كفاءة من عالم أكاديمي من عالم الخبراء من حدا موصوق فيه منسميه وكل المعارضة كان يمكن تجي تجمع عليه لمواجهة الفريق الآخر وهون منها بتجربة مسيلة منروح على كل الأمور الثانية هيدا وقلا بنرجع يعني يمكن اليوم فينا اللملة بنرجع للحالة التغييرية وإذا ما عملنا هيك الوضع كتير سيء ما أقول لك لا يعني تتوقع أنه يكون فيه نسبة تصويت متقاربة على الأقل وين؟ طب الانتخابات المقبلة مفروض يكون فيه نسبة أكبر أكبر؟ مفروض مفروض طب وين رايحين نحن؟ طيب هيدا المنظوم اليوم شو عنده خيارات؟ في ناس بتقولي كله شو عنده خيارات؟ كالك شوف تقولي أنتو عم بتجرونا النقق بين مرشحين تنيناتهم باللعبة ذاتها الناس ينقوا الأسقاص بالأول خلينا نقق الطرف بالأول من نقق الطرف يلي بنعتبره أقل هلأ نحن صعب يعني عنا بعد ثلاث سنين صعب شوي أنه نجي هلأ نشوف المسار كيف بيروح بالانتخابات يعني ما بنعرف هيدا البلد يعني نحن على مفترق طرق مفترق طرق يعني مش هيني يعني مننا القصة أنه مرقة علينا ظروف صعبة قبل نحن اليوم عن جد عم نعاني من إفلاس على كل المستويات إفلاس بالحلول إفلاس بالمادة إفلاس بكل شي هلأ الدولة بعدها عم تصرف من أموال السحب الخاص بعد عندهم مئة مئتين مليون دولار عم يصرفون دايما منقول بلى موازنة بلى قطع حساب بلى دوان محاسبة بلى ما يمروا هيدا الشراء اللي عم يشترو بلى عائدات ورسوب يعني نسكرين كل الأجهزة عم يصرفوا أموال السحب الخاص اللي وصلتنا من صندوق النقد صاروا صارفين لحد هلأ حوالي المليار بعد فيه 139 مليون بعدين شو بده يصير هيدا اللي نحن بنخاف منه أنه إخداعنا وقتها بتفقر بيخضعوك لشروطهم شروط يعني شروط على قاعدة مصالح الدول ما في حدا لأم حنون ولا باي حنون ولا شي فيه مصالح للدول عم تجي بدت ترجع تمارس السيطرة على البلد وهيدا الشي مؤسف والمؤسف أكتر أنه الدول بتلجأ لمنطق الاستعانة بالقوي القوي بيحافظها على نحنا اليوم كنا كسياديين كتغييريين كنا عم نطالب بالخط 29 عم نقول عنا وسائق عم نقول عنا تقرير من المعهد البريطاني بيقول أنه فيه هيدا هيدا الخط للبنان ولكن راح فريق المقاوم الفريق اللي كرميل دار بتكف بيعمل مشكل على الجبهات راح عطى هيدا الخط من دون أي كلام على طبق منفضة يعني اليوم هيدا الدول اللي بيأملنا مصالحها بدت تروح معه بدت تقوي أكتر وأكتر هيدا للأسف وعندنا مواجهة كتير كبيرة كرميل هيك أنا عم بقول بدنا نتوحد نتوحد على قاعدة الأولويات مواجهة الأولويات بس ما حال الوقت أنهم بعد كل هيدا الخبرة أنه الأمر يتطلب بناء جهاز حزبي منظم ولا بنضل أشخاص طبعا طبعا كل المعركة غادة جبهة 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 لا جبهة ما بتفيد حزب واحد ما بيفيد اليوم مثلا طبعا شو جبهة جبهة يعني ناس مثل بعضهم كلهم سوا بيتوحدوا على بيتوحدوا على مدرشو بيجي وقت الانتخابات ما في شي ما في قلية لتضبط الترشحات أنا بقول اللي صار هلأ خلال سنة التجربة أكدت للنواب أنه هني لازم يرجعوا يلقطوا زمام المبادرة يرجعوا يشوفوا هالأربعمائة صوت اللي عطت الحالة تغييرية عطت حالة تغييرية هني أخدوا نسب منها معينة أما نطلعوا الوصول بظل هيدا القانون الانتخابي منهم هني كأشخاص جسدوا هيدا الحالة عليهم مسؤولية تاريخية أنه هني يا بيرجعوا بلملموا هيدا الحالة وبيجمعوا من خلال مشروع حزب من خلال مشروع جبهة من خلال مشروع ما بعرف بأي قطار بياخد بس في مسؤولية تاريخية عليهم نحنا كلنا اللي ما وصلنا واللي شاركنا بالانتخابات وشاركنا بالنضال وعطينا أصواتنا للوائح كلنا بدنا نحملهم هيدا المسؤولية الناس اللي انتخبت بتحملهم هيدا المسؤولية ما يفكروا أنه القصة هيك مسحة ولعبة وأنا نقيت هيدا الرئيس وأنا نقيت هيدا الرئيس فيه أداء عم بتم مراقبته الناخب التغييري الناخب يحاسب ويراقبه وناخب نفسه تغييري مش ناخب بيمشي ورا الزعيم شو ما قاله مسؤولية كتير كبيرة عليهم لحتى نقدر نرجع نجمع هيدا الحالة تغييرية كتيرتي وفي ظاهرة عم تتبلور أنه أكتر من شخصية عم تشتغل على بناء حزب في لنا في تقدم في مش الشخصيات أنه هن هالأحزاب الصغير كتير يعني إذا مننا نحكي لنا تقدم حتى سبعة وفي عم يعملوا أصلا بعدها لك كمان مشاريع الأحزاب جديدة مشكلة عندك بدك تكون صريحة وأنا بتعود مشكلة أنه في ناس ما بتحكيش مع بعضا لك في ناس ما بتحكي مع بعضا عنده نفس الأهداف وعنده نفس الرؤية وعنده نفس التطلعات في خلافات صغيرة بمطرح ما بيحكوا مع بعضهم بمطرح في نوع من يعني حرام أنا بدي أرجع أقول هيدا الوضع العالم كله بتعرفوا مفروض أنه يصير فيه لم لشمل الحالة التغييرية بلبنان وهيدا المسؤولية توقع على النواب أكتر من غيرهم هود النواب بدون يرجعوا يشوفوا الناس شو بده الناس بده تغيير لأنه الناس متعبة الناس تعبانة عنده معانات عنده معانات على جميع المستويات نحنا ما عنا شي نحنا ما عنا أي غطى رعاية صحية ولا أي غطى رعاية ضمانات بأي شي بالبلد عم ندفع الدرائب الأغلى درائبنا الدولة ريت كلها الأرقام اللي دايما نحنا بنحكي فيها عن مقدراتنا الضائعة هباء ضائعة الأملكة البحرية الأملكة النهرية المحافر الكسرات كلها رايحة لزعامة طواقف كلها هيدا الحالة اللي ما حدا عم يحكي فيها بس كمينة بالمقابل هذه الزبائنية اللي كانت زبائنية أنك تقدمي خدمات الدولة من قبل زعامة الطواقف طارت لأنه طارت الدولة وبالتالي اليوم كل ظروف متشابهة والقوى متشابهة على مستوى التدامي نحل كان الناخب اليوم يعرف لمين بده يصوت ما يصوت للأشخاص ذاتهم دايما ويصوت إلى تمديد الأزمة ما علاش نحنا كتغييريين وصلنا 13 شو نعمل أصلا أنا بدعي التغييرين هلأ البلشو والمعارضة وكل الناس ما يتطلعوا على عنون الانتخابات أنه عطاهم نايب أقل ونايب أكتر يشوفوا أنه هيدا القانون فيه خلل معين بده يتصلح كمان هلأ وقت تفتح عنون مش وقته فيه عنا شغل كتير نحنا اليوم المشكلة بالبناء القانون انتخاب لا مش بس قانون انتخاب ولكن كمان فيه جزء من أنه يحوى عطوهم قربية تلصوت زيني ترشحوا خمسة آلاف ليحة كيف بده يربحوه؟ ما عندنا الانتخاب بده تحالفات أربعمائة ألف صوت ليه ما بيتحالفوا ليش بده يتحالفوا مع مين مع المنظيم يتوحدوا بلايحة واحدة مش كل عشرة ليحة لا لا نحنا عمل لا خلواحد بيعمل ليحتين خلينا نكون منتقين هنا كان فيه لوائح قوية بلبنان وفيه لوائح يعني فيه لوائح أخذت أربعين ألف صوت فيه لوائح ألف و ألفين صوت ما فيك تقول أنه تفرقوا يعني بشكل أنه لا بكل دايرة كم ليحة أخذت بسد؟ بشوف عندكم كم دايرة؟ بشوف عندنا فيه ليحة أخذت ريحتنا أخذت أربعين ألف صوت فيه ليحة أخذت ألف و ليحة خمسمية و ليحة ألفين و ليحة ثلاثة ثلاثة شو منعمل؟ طيب شو منعمل؟ شو فيها نعمل؟ لأنه فيه آلية التشكيل اللوية هايدي اللي بدأت مبحث مش بيجي كل واحد عنده يجمع والبقية بيطحق عنه الاتخاب طيب إذا أنت اليوم ما قدرت أنا عاد كدن الناس أنه ما يترشحوا يعني هاي الليحة بتضم 13 وفيه عندك مية بدون يترشحوا شو فيك تعمل؟ صار شي خارج عن إرادتك تعاملو حزر صار شي خارج عن إرادتك تعاملو حزر الزميلة غادة عيد شكراً لحضورك معنا اليوم شكراً لك توني أنا بدأ أرجع أكد أنه لأ الناس يعني رغم كل شي بنا نضال متفقلين بديوا يضال عنا أمل والصراع على البقاء في لبنان كان من وقت كنا صغار لأهلأ وبعده مستمر ولازم يضال في عنا أمل والحالة التغييرية لازم تكمل شكراً لك ولازم تكون مسؤولة إن شاء الله مشاهدي أم تيفية شكر لكم للمتابعة وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأم تي بي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر